المطلوب من الآن أن نصنف وحدة القياس التالية إلى مجموعتين الوحدات الأمريكية والوحدات المترية إذن هذان نظامان مختلفان وسوف يصبحان مألوفان بالنسبة لكم هما حدد فيما إذا كانت كل وحدة تقيس الطول الوزن الكتلة أو الحجم دعونا نحل الشق الأول لنرى أي من هذه تعتبر وحدة أمريكية وأي منها تعتبر وحدة مترية إذن اللتر وحدة مترية اللتر وحدة مترية تستخدمها في النظام المتري القالون وحدة أمريكية لقد تعاملنا معها إذا قمت بتعبئة البنزينة في أحد الدول العربية فسوف تعبئه بدلالة اللتر أما في الولايات المتحدة فسوف تعبئه بدلالة القالون وسوف نتحدث أي منها تعتبر للحجم وأي منها لا تعتبر كذلك الديسي غرام يعتبر نظام متري إنه نظام متري بشكل عام عندما ترى هذه المقاطع ديسي سانتي كيلو فأنت تتعامل مع نظام متري لا يمكن لأحد أن يقول كيلو رطل نفس الشيء بالنسبة للمليمتر إنه نظام متري الغرام نظام متري المتر نظام متري القدم وحدة قياس أمريكية القدم وحدة قياس أمريكية سوف نتحدث فيما إذا هي مسافة أو أي من هذه البإيجاز الكيلو رامر أخرى هو نظام متري إنه متري في حال أنك لم تدرك ما أفعل هنا فأني أستخدم لون الأزرق لدلالة على النظام المتري ولون الرجواني للوحدات الأمريكية السانتي لتر يعتبر متري السانتي لتر يعتبر متري السانتي متر والمتر هما متريان ولاحظوا أن لدينا المقطع نفسه في كلاهما السانتي وتعني واحد على مئة الكوب يعتبر وحدة أمريكية الكوب يعتبر وحدة أمريكية علي أن أكتب هذا باللون الرجواني الكوب هو وحدة أمريكية المتر يعتبر نظام متري الرطل هو وحدة أمريكية أو الباوند ما يعرف بالباوند هذا مملء قليلا إنش نفس الشيء هذا ما تستخدمه الولايات المتحدة إذن إنش وحدة أمريكية الأوقية تستخدمها الولايات المتحدة ثم اليارد تستخدمها الولايات المتحدة لقد قسمناها إلى مجموعتان جميع الوحدات المكتوبة باللون الرجواني تستخدم في الولايات المتحدة والوحدات الباقية التي باللون الأزرق تستخدم في باقي دول العالم الشيء التالي الآن هو أن نجد فيما إذا الوحدة تقيس طول الوزن أو الكتلة وإنهما ليس نفس الشيء الوزن والكتلة فالكتلة عبارة عن كمية المادة التي لديك أما الوزن هو كما تبلغ قوة الجاذبية التي تسحب تلك الكتلة وتتغير تبعاً للكوكب الذي نكون عليه لكن على الأرض يفضل استخدامها بالتبادل لذا سوف نستخدمه تبادلياً هنا ومن ثم لدينا الحجم أو الحيز الذي يتطلبه الشيء إذن هذه مسافة وهي عبارة عن التحرك في بعد واحد الكتلة عبارة عن كمية الشيء الموجود الوزن عبارة عن مقدار قوة تحب الشيء على الكوكب بالنسبة للجاذبية أو على أي كوكب آخر يقع في أي مكان والحجم عبارة عن مقدار الحيز الذي يتطلبه الشيء دعونا الآن أن نفكر بهذا اللتر عبارة عن حجم اللتر عبارة عن حجم هذا حجم عبارة عن مقدار الحيز الذي يتطلبه الجالون حجم أيضاً وهو كذلك في الولايات المتحدة أو في النظام المتري سيكون اللتر ذلك الغرام الغرام هو وحدة كتلة وحدة كتلة إذن الديس غرام يعني واحد على عشرة من الغرام المليمتر المتر هو وحدة لقياس مسافة أو طول إذن المتر هنا عبارة عن وحدة مسافة أو طول المليمتر ميلي يعني واحد على ألف من المتر القدم أيضاً وحدة طول القدم وحدة طول الكيلوغرام يعني ألف غرام الكيلو يعني ألف الغرام لقد قلنا بالفعل أنه وحدة كتلة السانتيمتر يعني واحد على مئة من اللتر اللتر لقد أوجدناه بالفعل أنه وحدة حجم السانتيمتر لقد أوجدناه بالفعل المتر هو وحدة طول السانتيمتر يعني واحد على مئة من المتر هذه وحدة طول الكوب لقد رأيناه لعدة مرات إنه وحدة حجم ويعبر عن مقدار الحيز الذي يشغله الشيء المتريق سطول لقد رأيناه بالفعل الرطل إنه في الواقع وحدة وزن رطل أو باوند إنها وحدة وزن الإنش وحدة طول إنهم مألوفون لنا جميعاً الوقية يجب أن نكون حذرين هنا إذا كان لدى أحدهم أوقية فهذا يساوي 1 على 16 رطل إنها وحدة وزن أما إذا كانت أنصة بالتالي نحن نتحدث عن 1 على 16 من نصف اللتر وبالتالي تكون وحدة حجم لكن بما أن لدي 1 على 16 من الرطل فإنها ستكون وحدة وزن وثم أخيراً اليارد وهو وحدة طول وانتهينا